السلام عليكم اخوانا الكرام حيكم ناراكم وتحياتي تحية قناة طريف تفي اللي داعي بتكدركم الجديد والجديد في خبايا اقليم في قيك خبايا ومناظر اقليم في قيك بالفعل احنا اليوم اتجهنا لهذا القصر اللي هو قصر تاكوميت قصر تاكوميت هو كي يبعد على مدينة بوعنان حوالي واحد التسعة كيلومت او سبعة كيلومت ما بين سبعة تسعة كيلومتر وهو اللي كتجي خارج في الطريق المؤدية الراشدية وخرج البوعنان يعني من بوعنان الطريق المؤدية الراشدية كي يجيك على الليمن ديالك كتدوز على القصر ديال بوعنان يعني قصر بوعنان ومن ثم كتشد هذك القدرون في تجاه قصر تاكوميت هذ قصر تاكوميت هو منطقة جبلية يعني غيف السخور والساكنة كل شي في السخور ساكنين تماء فوق الجبل وتبارك الله عطاهم ربي واحد اه المنظر عظيم عظيم في هذك الاخر وغادي تشاهدوا بالمناظر اللي غادي نصور لكم لان علاش احنا ما طلعناش بالسحل الساكنة ولكن شدينها من التحت شدينكم وغيرها اه واحد العداد خليل من التحت لانه را هاد الفيديو مقسم عدة اجزاء هنا كتشوفوا هاد السماك اللي كتشوفوا اخوتي اللي را كايل عبقوا قدامكم هاد السماك هو في العين ديالتك وهاد العين هي اللي كتسقي هادك الضوار هادك هادك العين هي اللي كتسقي هاد السكوبيت كيقولش كايزو منها المال حلو وداروا في الاواخر واحد اللي كريبين وداروا البوبة ديال لبا باش كيطلعوا المال جابل باش لانهما سكن الفوق وغادي تشاهدوهم هنا في هاد الفيديو. اخي المشاهد الكريم هاد السماك ما كينتسكل شو هو حاليا كما كنقولو احنا يعني مرابط او مرابو كما كيقولو الفرنسيين. الفرنسيين تلقوا عليه هاد الاسم ديال مرابو لانه كان وقعت واحد المشكلة الواحد الفرنسي كان هنا يا قاطن وكان هو يعني كي كيدير شاف او المهم شي حاجة كبيرة بنسبة له هادك النصارى. ومن اللي هاوه كبار القبيلة قالوا له يودي هاد الحوث وما كينتسكل شو هادا قالوا موالو انا غادي ناكله وغادي اللي يسرى يسرى. وبالفعل من اللي في المقلاو هادا باش يقليه الا هو ولا ليه دام. ومن اللي رجع الدم سبحان الله العظيم ما نعرف كيفاش وقع لهادك القوري واش اه اختل العقليين واش حاجة المهم اه يعني وقعت لها شي واقعة. ولكن الله اعلم شنو هي ما نعرف. ولكن عاو التاني كانت حكات واحد القصة خراحكا وها قبائل اه كبار القبيلة قال لك بانا كانت جات واحد اه الدورية عسكرية كي يعني كي سيهتب مع سيتير ديرهم. ولكن ما داروا الكريب بين وبقوا كي عمروا الماء. ولكن من اللي عمروا الماء كانت فاتت واحد السمكة في هاداك السيتير نا. ومن اللي فاتت هاداك السمكة في ذاك السيتير بالفعل من اللي جوي دماري والكاميو باش يمشيو ما بغاتش الديماري الكاميو. داروا معها جميع المحاولات ولكن ذاك المحاولات كل شي بقت بالفشل حتى جوا كبار القبيلة قلوا يودي راعي وربما تكون شي حوتة تصربت لكم في السيتير راها هي اللي راها دا هو المشكل اللي را عندكم. بالفعل من اللي راقبوا السيتير ديالهم لقاوا بانا آآ الحوتة راها كي نفوس السيتير. ولكن اخواه السيتير من جديد وبالفعل ها تضيك الحوتة وداروا الكريبين عاود من جديد داروا له الشبكة دياله باش ما يهزش الحوت وطلعوا لما ديالهم وكان قبل ما يطلعوا ويديروا هاد المحاولة ديال الكريبين دي مارا والكاميو ودي مارات بقدرات قادرة. انا اخوتي هاد البلاسة اللي كنوريكم ده بحاليين عاود تاني يزيد لكم. هنا هاد البلاس اللي كتشوفوا المربعات اللي قدامكم داروهم ديرين فيهم البومبات ديال الماء باش كيطلعوا لما الدوار يعني الفوق لان الدوار جا فوق الجابل. وكيسجيو غي من ديك العين ما كيسجيوش من الواد لان الواد واخرها كيبال لكم فيه المياه ودك شي ماشي حلو ولكن هاد العين حلوها والماء ديالها صحي وكيطيب يعني المأكلات فيه ساعة وهذا وكيسجيو حتى على البهائم دوك الناس اللي ما داريش هاد البوبات كيسجيو على البهائم ولكن هنا هاتو بكت شوفوا التيوات فينا وطلعوهم مع الجابل احنا غادي نوريوكم بانا طالعين التيوات مع الجابل لانا غادي نتبعو لكم بهادك المنظر باش تعرفوا بانا هاد الناس يعني كي يخضبو وكي ناضلو وكي يديرو شي حويش اللي هي في الاستطاع ديالهم وحتى اللي ما في الاستطاعاش كي يحاولوا يبلغو علي هالجهود باش تكون وما هاد تكون مترها فيها الفلاحات سبارك الله فيها الخضار ديالها فيها لان عندها لغابة ديالها وهاد لغابة كتتقابل فعلا من هاد العين رغم ما انك تشوفو ضائلة هنا لاحظوا معي هاد النخلة وهاد شجرة سبارك الله بتي مار ديالها سبارك الله والعلو اللي هو عالي يعني عندها واحد اللي هو العلو وشاهق ورا كنشدها معن بعد لانا عن بعد ما رانيش قريب لها وانتو مدى بكر رجع الكاميرا الخلف شوفو ايش حراب عذا عليا تحياتي وتبارك الله لكم هنا ولنا لكم دخلنا باش نشدو لكم شوي من دوك سكان فين ساكنين وفين كينين هادوك الضيور اللي هما راوا ساكنين هنا هادو ديور اتارية قديمة ولكن كين جانبها ديور اللي هي ام بنية هنا كتشوفو هادو غي اطارات ركيبا لكم مخربين وهذا لنجوا فوق الجابل ولكن تخلوا عنهم وزادوا شوية لها الجابل ولكن هاد ديور اللي كتشوفو حاليا انتم ما تابعوا معنا اخوتي المشاهد الكرام تابعوا معنا بان هادو هادو هما من هناك تطلع وكتلقى الضوار الفوق انا كانت شبت لكم الضوار الديور اللي راهم فوق الجابل الفوق وانتم ما كاتشاهدوا معايا تبعوا معايا ولكن انا ما طلعتش الفوق باش نشدو الضوار كامل وما طلعتش الفوق الجابل باش نشدو لكم الضوار او التحت مني لان علاش ما كانش عندي الوقت الكافي ولهذا اطريت ناخد غي هات الصوار بركة ولكن عجبتني هادو من خلالي كانتشوفو سبارك الله شوفو سبارك الله الخيرات ديال الطمار اللي فيها وهي راها خيد سبارك الله الطمارة فيها الخير للانسان والطمارة في عدر رسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان الطمار واللابان دائما او الحاليب تحية الاخي المشاهد الكريم حياك الله ورعاك وشكرا لكم وتابع معنا ما زال فيديو واضخرين في المنترج شكرا لكم